حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمري بن أبي سفيان سمعه من مسلمي بن ثفنة قال استعمل ابن علق متى أبي على عرافة قومه وأمره أن يصدقهم قال فبعثني أبي في طائفة لأهتيه بصدقتهم قال فخرجت حتى أتيت شيخا كبيرا يقال له سعر فقلت إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك قال يا أبن أخي وأي نحو تأخذون قلت نختار حتى إن لنشبر دروع الغنم قال ابن أخي فأني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب في غنمين لي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني رجلان على بعير فقال نحن رسول النبي صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك قلت ما علي فيها قال شات فأعمد إلى شات شات قد علمت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليه ما فقال هذه الشافع الحائل وقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا قلت فأي شيء قال عناقا جذعة أو ثنية قال فأعمد إلى عناق معطاط قال والمعطاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليه ما فقال ناولناها فدفعتها إليه ما فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلق قال عبد الله سمعت أبي يقول كذا قال وكيع مسلم بن ثفنة صحفة وقال روح أبن شعبة وهو الصواب وقال أبي وقال بشر بن السري لا إلها إلا الله هو ذا ولده هاهنا يعني مسلم بن شعبة حثنى روح حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي صفيان قال حدثني مسلم بن شعبة أن أبنى علقمت استعمل أباه على عرافة قومه قال مسلم فبعثني إلى مصدقة في طائفة من قومي قال فخرجت حتى آتي شيخا يقال له سعر في شعب من الشعاب فقلت إن أبي بعثني إليك لتعطيني صدقة غنمك فقال أي ابن أخي وأي نحو تأخذون فقلت نأخذ أفضل ما نجد فقال الشيخ إني لفي شعب من هذه الشعاب في غنمين لإذ جاءني رجلان مرتديفان بعيرا فقال إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتعطيني صدقة غنمك قلت وما وما هي قال شات فعمدت إلى شات قد علمت مكانها ممتلئة محضن أو محضن وشحما فأخرجتها إليه ما فقال هذه شافع وقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها قال فقلت فأي شيء تأخذان قال عناقا أو جذعة أو ثنية قال فأخرج لهما عناقا قال فقال ادفعها إلينا فتناولاها وجعلاها معهما على بعيرهما